أنا هقول لحضرتك على حاجة أنا هاجي أقوم في مكان ما المكان ده اسمه X مطار أو أي مكان هفتح اللابتوب بتاعي زي أي واحد قاعدة أخذ الدرينك بتاعي وهسأعمل واي فاي من خلال اللابتوب بتاعي الواي فاي دي هسميها باسم المكان اللي أنا قاعد فيه تمام اللي هو المفتوح الأوبن ده اللي هو تمام وبخدعة معينة من على الكمبيوتر بتاعي بخليك ما تشوفش الواي فاي الحقيقية وتشوف الواي فاي الوهمية اللي أنا عاملها واللي يكون الواي فاي اسمها ON-E الحقيقية أنا هاجي هعمل واي فاي من الكمبيوتر عندي هسميها ON-E أي حد قاعد هيسرش مش هيشوف الـON-E الحقيقية هيشوف ON-E تانية بس اللي أنا عاملها فهيخش عليها لأي فري انترنت ومفتوح عادي هيخش يشتغل عندي اتنين اوبشن الاوبشن الأولاني إن أول ما حركت خش أعمل لك ريدايريكت أو عادة تحويل على صفحة فيسبوك أو على صفحة تقول لك عايزة استخدم الواي فاي دي حط اليوزر نيم والباسورد بتوع الفيسبوك بتوعك خش بالفيسبوك أو اعمل حساب بنسبة 99% وتسعمائة تسعة وتسعين من ألف هتستسل وتخش باليوزر والباسورد بتاع دا سلوك إنساني بتاع الفيسبوك أنا خدت اليوزر نيم والباسورد بتوع الفيسبوك جميل؟ تمام ولو عملت أكاونت تاني ودخلت فبالتالي انت بتستخدم الكمبيوتر بتاعي هو المنفذ أو الجيتوي للإنترنت ليك أي حاجة هتكتبها حضرتك بتعدي من فين؟ من عندي أي صورة هتعرضها هشوفها على الجهاز عندي أي كلام بتكتبه من خلال تول اسمها كيلوجر أقدر أشوف اللي انت بتكتبه على جهازك حتى لو كان باسورد طب هتقولي أنا داخل بقى على موقع آمن جدا موقع HTBS بشتري من عليه موقع انترناشنال وده سيكيورد أهو سيكيورد لو حضرتك اللي واصل على الموقع ولكن حرك واصل الموقع من خلال جهازي وبالتالي أي بيانات حرك بتكتبها أنا أقدر أخذها عندي واحتفظ بيها واستخدمها بعد كده في هجوم لحق ده الفيك واي فا اللي هي الواي فا الواهمية طب هل قبل كده حد تسرق منه الكريدت كارد تقعه من على الانترنت؟ أحد الأشخاص كلمني وده ما كانتش أول مكالمة بتجيلي قال لي أنا حصل عندي مشكلة يوم 24-12 اتسحب مني 2700 جنيه بعد كده يوم 28-12 2800 جنيه يوم واحد واحد ما يعادل 350 جنيه ومن مواقع كبيرة مواقع بيع وشيرة مشهورة عالميا طب إزاي ده حصل؟ طب إنت بتستخدم الكارد أونلاين خالص طب إنت بتعمل أي حاجة مدفوعة على الانترنت ما بستخدموش عن نت خالص طب إيه اللي حصل عملت إيه؟ مع الكلام وبعد ما تواصلنا مع البنك إيه اللي حصل كل آتي الرجل ده حاطت كل اللي بيستخدمه في الكارد إنه بيستخدمه على برامج التوصيل جميل؟ ودي ما فيهش مشكلة وبيتعود إنه بيستخدم الكارد وهو ماسكه في إيده بيروح للمكان يأكل ويشرب ويدي الناس لبكارد يديهم الكارد لاتهنا كويس في الحادثة اللي حصلت ديكات يوم 24 قبلها بيومين كان في أحد المولاد المشهورة بيشتري حاجات ودي الكارد للناس من بعدها بدأت تحصل القصة دي طب اللي خد الكارد ده إزاي قدر يستخدمه من غير البن كود؟ بالظبط هو ده السؤال النهاردة الكارد بتاعي أنا شخصي لازق على ستكر من وراء أي حد معا كارد كريدت هيلائي وراء في ظهر الكارد فيه ثلاثة أرقام مكتوبين بالظبط الثلاثة أرقام سيكيوريتي أنا لو حصلت على الثلاث أرقام ورقم الكارد وتاريخ الانتهاء مش عايز بيانات أكتر من كده أقدر أعمل أي معاملة شرع أنا عايز طب ما هي موجودة أو ريتا يعني اللي بتديره كارد اللي بتديره حالك الكارد البيانات دي بقت سيفد عنده وقدر يعرفها لو حفز الثلاث أرقام اللي وراء بخفة يده هو بيدي لك الكارد كده بقت معاه بيانات الكريت كارد بتاعي وبالتالي الألطف إن حضارك تروح لازق عليها ستيكر عشان حتى لو قلب الكارد مش هياخد بالهم التالت أرقام مش عارف اللي زي أشارد الستيكر أرقام اللي جدا